ازاي اكو اتمنى اكونوا كويسين وبخير يا رب سمعتوا عن خبر كده دارج اليومين دول عن فيلم بيتصور للملكة المصرية كليوباترا طبعا في فيلم قبل كده تصور كان لكليوباترا بس الايام دي بيعملوا فيلم جديد اخر ملكة حكمة مصر طيب الفيلم ده علي جدل شوية لان فيه ناس معترضة عن البطلة اللي هتمثل الدور جوه ودي مش مشكلتي الخبر صحيح انما المعلومة اللي جوه الخبر وللأسف بقراها كتير في مصادر غير صحيحة كليوباترا مش ملكة مصرية لكن اصولها يونانية مجدونية يعني لما جيه لسكندر الاكبر حكم مصر بعد كده اسس بطليموس الاول قسرة البطلمة او الحكم البطلمي جي بطليموس اتناشر خلف كليوباترا السبع وهي كانت اخر ملكة حكم مصر ومعاها انتهى الحكم اليوناني وابتدى الحكم الروماني يعني اللي عايز اقولهلكو ان فكرة ان كليوباترا ملكة مصرية ممكن تكون درجة عند ناس كتير لكن دي معلومة مش صح قوي هي اخر ملكة حكمة مصر لكن ما كانتش من الوصول مصرية انما لو عايدين تتكلم عن ملكة مصرية حكمة مصر حدش بصوت مثلا دي ملكة وصولها مصرية 100% اتمنى معلومة النهار ده كانت واضحة وبسيطة ووصلت لكم واستنيني في حكاية جديدة من حكم اليسمي بي بي